سبع سنوات انقضت من عمر أطول ثورات الربيع العربي ولا زال الثوار في الميادين داخل البحرين وخارجها يطلقون الصراخات المطالبة بإسقاط النظام الحاكم الذي لم يتورع عن استخدام مختلف أساليب القمع والاضطهاد لوقف هدير الثورة لكن محاولاته باءت بالفشل أمام صمودة وصلابة البحرانين نظريا يجب أن الشعب يتخلى والشعب أن يتراجع ولكن ما نشاهده اليوم ما سمعناه من أمس اليوم وشاهدناه بأن هناك حضور جماهيري في الصاحة لهذا مؤكد ودلالة بأن هناك إصرارا شعبيا للحصول للوصول إلى المطالبة الشعبية والتحول الديمقراطية هذه السنوات السبع العجاب التي مر بها شعب البحرين عززت من قناعته بألا سبيل للتعايش مع العائلة الخليفية الحاكمة الثورة وهي تدخل عامها الثامن الثامن تصدح بالشعارات التي تؤكد المفاصلة مع النظام الخليفي وأقدام البحرانيين ثابتة لن تتزلزل ولن تنطلي عليهم أي خدع أو مبادرات أو مساع للالتفاف على الثورة التاريخ والتجربة والثورة تؤكد أن مستقبل البحرين وخير البحرين وأمن أهل البحرين لا يتأتى مع النظام الخليفي الذي هدم المساجد وعاث خرابا مفسادا في البحرين إلا سبيل أمام الشعب اليوم سوى المضي في حراكه نحو التغيير الديمقراطي الذي سيحدث عاجلا أم آجلا والشعب موعود بالنصر الآث مهما لهمة الخطوب ومهما تجبر الطغاة لأنه في نهاية المطاف إلى زوال جينا لنوم بأقل الواجب وقفة وفاء مع الشعب المظلوم الشعب الذي يعاني في هذه الأيام أصعب الأيام التي مرت على الإنسانية لأن كل العالم يشهد بعينيه وهو ساكت عن هذا الظلم وجينا لنحيي إن شاء الله لأنه منصور بإذن الله وتستمر ثورة الرابع عشر من فبراير المجيدة لتؤكد بأن إرادة الشعوب أقوى من أسلحة الطواغيط الفتاكة ومن أساليبهم الدنيئ مع دخول الثورة البحرانية عامها الثامن على التوالي يصر هؤلاء المحتجون على المضي قدما في الثورة وحتى تحقيق أهدافها المشروعة ساهر عربي للبحران اليوم من أمامي وقر سفارة النظام الخليفي في العاصمة البريطانية لندن لندن